موسيقى تكون الست مش محكمة عقلها بتتصرف بقلبها بعاطفتها لكن لو تصرفت بحكمة وبعقل مش هتخرب عمرها ما تخرب بتها فيه سكة عمتن في حاجة زي كده ان هي عارف مثلا ان جوزها فعلا موجود لها قياله وليها وبتاع فبطلها شغلة فدي ممكن حاجة زي كده لكن هي بقى لو حاجة تانية بقى ان هي مثلا تشكر شوية مثلا كده وبتاع فهتطر ان هي تغير وهتقبل بفعلا مشاكل يعني الراجل لما بيجير بالزيادة فيه راجل بيجير بحب يعني بيجير بحب ويزادها لازم جبت بقى مرض مبيبقاش غيرة الست مثلا تصاحب واحدة زميلتها زميلتها دي يكون مثلا شايفها نفسها شوية ممكن تاخد جوزها منها فدي تحترس برضو الست كده مش اي واحدة تصاحبها مش اي حد يخش بيتها غيرة في حدود لكن غيرة اللي هي توصل لخراب بيت ده ما هيش غيرة ده هو ده شك ويبقى فيه كده ما فيش بيتة بنا من الأول من الأساس لان لو فيه ثقة ما بين الزوجين وعمره ما بينشق شك وعمره ما بينشق غيرة ده كان رأي بعض السادة المواطنين في موضوع الغيرة والغيرة فعلا هل هي بت يعني ممكن تأدي لفساد في الحياة او خراب في البيت ولا لا هل الغيرة يعني مستحبة ولا غير مستحبة هل الغيرة حرام اصلا اذا زادت عن حدها هل الغيرة مرض ممكن يتعالج ولا طبع يعني الطبع بيفضل في البني ادم طب هل الطبع ده ممكن يتغير ولا لا هنعرف تفاصيل اكتر طبعا مع ضيوفنا الاعزاء اللي منورنا في الاستوديو استاذ الدكتور رمضان عبدالرازق من علماء الازهر اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك استاذنا مرحب ايضا بك دكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي اهلا بك دكتور نورتك طيب نسأل بقى الاول دكتور رمضان يعني انا عايز اعرف الغيرة ايه تعريف الغيرة وما هو موقف الدين الاسلامي من الغيرة بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد الرسول الله الله مصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه ومن ولاه وبعده الغيرة تسمت غيرة ليه عشان جاية من تغير القلب القلب بيتغير فيحصل نوع من تحرك الدم والغضب تمام فعشان كيسموها غيرة تمام وفيها كلمة تانية انه دايما مرتبطة بمسألة المنافسة من الغير فعشان كده برضو ايه لها المعنين انا عيني على غير المرأة عينها على وحدة تانية غيران منها على جزهة مع تغير قلبها ادي معنى كلمة الغيرة عند العلماء ده باختصار شديد يبقى جاية من تغير القلب او من النظر الى الغير الغيرة صفة من صفات الله عز وجل يعني صفة كمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يغار وغيرت الله ان يأتي المؤمن ما حرم الله يعني المؤمن او المؤمنة هم بيعصوا ربنا بيغير على محارمه لان المحارم دي عاملة زي قطعة ارض كده متصورة وقال دي تبع الملك محدش يقرب لقطعة الارض فانا لما انتهك هذه الحدود ربنا يغار على محارمه غير تليق بجلال الله عز وجل سيدنا النبي محمد يغار سيدنا سعد بن عبادة بيتكلموا على حاجة من الاشياء اللي بيسموها اللعان ولو راجل لئ مع زوجته وحد تاني فيعملوا ايه فسيدنا سعد بن عبادة قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجدوا مع زوجتي رجلا ااتي اليك فاقسم ايمانا مغلزة والله يا رسول الله لو رأيت رجلا مع زوجتي لضربت عنقه غير مصفح هاتي رأبته طبعا دي مش دعوة للعنف لكن ده بيان للغيرة لما تتجاوز الحد فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تعجبون من غيرة سعد بن عبادة والله لانا اغير من سعد والله اغير مني الغيرة في الدين الاسلامي لها انواع فيه غيرة واجبة الغيرة المعتدلة المنضبطة اللي فيها صلاح الاهل بغير على ابني انه ما يكونش شاطر اغير على زوجتي انها تخرج الى الشارع فتمتهن اغير على زوجتي اذا فعلت بعض التصرفات الغيرة التي توصلح الاهل وتوصلح البيت الغيرة او تشعر من في البيت انك خايف عليهم الله ينور على ساعتك غيرة معتدلة بحسس ابن ان انا وخبلي منه بحسس زوجتي ان انا حسس انها زوجة وانها انثى وانها كده نوع من فيه اصلاح وقولها لا حزبي الكلمة دي ما تنبغيش انها تتقال لان ممكن الطرف التاني يخدها بشكل مش باست ممكن بعض السيدات بتتعود على انها سلاموا عليكم اهلا يا حبيبي عامل ايه ممكن تتكلم البواب كده وهمش اغد بالها فقد تقع في قلب الشخص التاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله فاما الغيرة التي يحبها الله فهي التي في الريبة يعني في حاجة في حاجة تستدعي اه بالضبط الغيرة تمام واما الغيرة التي يبغضها الله فهي الغيرة التي في غير ريبة يعني فيش حاجة والامور تمام فلما الانسان يغير اوي على زوجته غيرة الراجل لما تتجاوز الحد بتاخد صورة الشك طبيعي النقطة التانية كمان قد تتهم الزوجة بسبب كثرة غيرة زوجها عليها قد ترمى المرأة بالسوء انت راح فين تكلمين مين تبين انت فين فالمحيطين به يقول هو غيرة دي لازم في حاجة طبعية فالغيرة دي لازم تبع معتدلة كمان عندنا غيرة مستحبة غيرة منهي عنها غيرة طبعية تمام عندي بقى كذا استفسار بس هاروح للدكتور إبراهيم طيب دكتور دلوقتي الغيرة يعني الستات بتغير اكتر ولا الرجالة هو ده يعني في ناس تقول لك الغيرة دي مرادية او دي مثلا عنده غيرة مرادية او هي عندها غيرة مرادية بتغير من اي حد ومن اي حاجة يعني ممكن تغير من الام مثلا تغير من اخوات زوجها حاجات زي كده والعكس صحية ده مرض بيوصل لمرض ليه لما نقولها على حاجة مرض ونقولها على حاجة مش برض لما مرض يبقى مزعج الاخرين جدا يعني بيزعج الاخرين وبيزعج نفسه ومدخله في المشاكل وحطه في ارهاق وحطه في ارهاق وبيوصل لدرجة او طلاق او انفصال لكن ممكن تبقى غيرة زي ما مولانا قال او مولانا الدكتور قال في غيرة محببة لكن في غيرة مرضية الغيرة المرضية دي هاي اللي بتبقى ايه نتج عنها مشاكل وازمات وكوارث وكوارث لا تحل تصل الى درجة ممكن يلاقيه لما يصل الى درجة القتل بدون موجود ادلة سابتة يعني عندنا حاجة اسمها ضلالة يعني ايه ضلالة يعني اعتقاد سابت خاطئ لا يمكن تغييره هو مراطي بتخني يعني طب ايه اللي ما فيش ما عندكش دليل لا هي بتخني وخلاص ويروح ممكن يقوم يقتلها بسبب انه عنده الاعتقاد ده وده زاد في الايام دي نتيجة ايه الحشيش 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 من الحاجات اللي بتسبب ضلالات الغيرة وضلالات الشك تريد ايه واحد يقولك فجأة واحدا انا بشك في مراطي مراطك قاعدة في البيت يا ابني طول الوقت وستة انهم بيطعتوا مخدر اه بيطعتوا حشيش اه بيطعتوا حشيش وستة محترمة وحافظة بيتها وبتالي انا بشك فيها انا شفت مش سمعت مين بتكلم مين في التليفون سمعت مش عارف شفتها فتحت الباب لمين انا معتقد انها بتجيب حد غريب ويفضل طول نار شغال على الفكرة دي لغاية ما يحصل جريمة اطلف اطلف طب دكتور بعيدا عن مثلا المخدر انا فيه الغيرة المرضية لكن فيه حاجات مقبولة يعني احنا بنقسم عندنا الغيرة في العلم النفسي او الطب النفسي فيه غيرة جنسية يعني واحد مرتبط بشخص علاقة فبيغير عليه بشكل انه ممكن ينجزب لطرف اخر وفيه غيرة رومانسية بابقى ايه انا عايز محوطك على طول معاك على طول ما تكلمش حد تاني ما مركز معايا على طول يقول ممكن غير مثلا لو رقيتك بتكلمي في التليفون يعني بتكلمي في التليفون شوية مع واحدة صحبتك فابقى غيرانا عايزك ما بتقعودي معايا ممكن اريه لو هو بينزل مع صحابه بيقعد على على القهوة ده حب اهتمام اهتمام لا وفيه غير بقى المرضية اللي هي كل يعني تصرف تقليد طول النهار بدون بدون وجود دليل او بدون وجود ما يدعو للشكل اه او او ممكن وبعدين برضو عايزين الرجال او الستان ما تعملش تصرف يخلي الطرف الاخر يشك يشك فيك ده نقطة من نقطة المهمة اللي ركز عليها يعني وانا ده على حسب بقى الطرف الاخر ده بيعتبر ايه ما هي بتبقى كل واحد جاي من بيت مختلف ممكن تصرف هو يعمله شايفه عادي هي شايفة مشادي الغيرة دي بتبقى متورصة يعني اللي بتبقى متربي او متربي في بيت فيه نوع من الشاك وريبة بتبقى متورصة للاخرين بيتعلمها ويكتسبها وبرضو الغيرة فيه جزء منها الغيرة الزائدة دي دي عدم ثقة في النفس يعني جزء منها بيبقى الشخص مش واثق من نفسه او من واثق عندها حاسة كده زي ما تقول عندها حاسة انا مش حلوة انا 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 مش غنية انا مش كذا انا مش كذا فطورة تعمل حديث سلبي مع نفسها فينتج عنه فيبتدي يغير او طيب دكتور رمضان فيه بقى نوع تاني اللي هو مثلا الزوجة او الزوج اللي بيغير على الطرف الاخر من اهله ده يعني يتعامل ازاي يعني واحدة مثلا تقول ان زوجها بيغير من زيارتها الابوها او زيارتها الامها او انا ازبط الموضوع ده ازاي من غير ما يحصل مشاكل وفي اطار طبعا التعليم الجنين هو زي ما قال الدكتور ابراهيم ان ده غيرة مرضية تحتاج الى رقم واحد حوار هادي اوي مع الطرف التاني تبقيم زعلك وان كنت اطيل الزيارة اقللها عشان خطره ابدأ اهدي امهون تتكلم بقى معي بالضبط لازم موضوع الحوار ده حاجة عظمة جدا نقطة كمان كان اشار الها الدكتور ابراهيم سبن النبي قالها صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومواطن الريب اه يعني يعني ما تلاقيش زوجتي بكلم واحدة ايوها حبيبتي وعمل ايه وانت وحشتيني تمام طبعا هتقول لي مين اللي انت بتكلمها طبعا انها تدايق طبعا انها تدايق انا بكلم اختي خلاص هي عارفة يعني فانا ولذلك كان سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول اياك وما يسبق القلوب انكاره وان كان عندك اعتزاره يعني انا كان السلف الصالح ما يسلمش على اخته في الشارع لانه مش عارفين يبدي اخته انت فهماني حقا يعني انا محتاج ان انا ابعد عن المثيرات انجاز الكلمة المثيرات والمحركات تمام والمقبلات اللي بتغذي موضوع الغيرة اتفضل الدكتور ابراهيم لا دي هقولها لك بعد ذلك ان السوشيال ميديا والفيسبوك والتكنولوجيا ديها دور قوي يعني مسير يعني ما تلاقيش مثلا مراتك تلاقي تعمل اكاونتين اه او تلاقي طب معا ده حق تزد تعمل اكاونتين ليه يعني سؤال منطقي على بك لا ما دي بقولك الحاجات اللي بتصير الشك ما تلاقيش مثلا عامل نمرة كده خط بخزين وكده فجأة واحدة خط رقم تلفون مش مش رقم العادي مش رقم العادي معا السلام يا دكتور لو عامل بلوك اللي زوجته على اللقاء اه في ناس بتعمل بلوك اللي زوجته مع اللقاء اقول لي انا ما عنديش اكاونت وتكتشف بعد كده انت عنده اكاونت اعرف يا دكتور ابراهيم العلماء قالوا انغيرة زي الملح لو زادت قوي في الطعام تفسده وانقلت لا طعم للطعام وخيره المعتدل بس فيه الغيرة كمان قالوا زي النار الغيرة زي النار لو زادت او تحرق تحرق كل شيء وانقلت او ايه مش هتنضج طعام وخيره المعتدل فما اعظم الغيرة المعتدلة المنضبطة اللي كمان ما بتلاقيش ان مثلا زوجها بيغير او يلاقي بتتدايق بتتدايق فهي بتنكش وهي بتاعل او راجل يقولك ما بتغيرش علي خالص دكتور في ايه يعني انا ما فيش اي حاجة في ستات ما بتبينش غيرة تتعمد ان هي تبينش غيرة عشان تقولك انا مش عايز اقول له الحاجة اللي بتضيقني عشان مش كله ما بتعوز زي ايه يعملها وفي ستات بتبقى اللي تجوزت شخصية عامة بيبقى عن ده نوع من الزكاء الاجتماعي تقدر ايه لان فيه في واحدة تجوز شخصية عامة تكرهه في حياته هي مش عارفة بيبقى لازم تفهمي طبيعة اللي انت تجوزتي ده او طبيعة الشخص اللي انت او العكس او العكس لو انت تجوزت شخصية عامة ما انت قبلت من الاول انت تتجوز شخصية عامة ومتاحة للمجتمع وبتشتغل وعندها نجاح في شغلها وممكن تقبل حد يسلم عليها وممكن تقعد يكلمها في وقت معين فمفروض يبقى عندك ثقة في نفسك الشخصية العامة من هنا بتأتي نقطة أهمية الحوار اللي دكتور رمضان قال عليها على فكرة طيب دكتور كنت عايز تقل حضرتك على طبعا في ناس كتير كانت تسأل قصص وما ده غيرة زوجات الرسول يعني احنا عايزين نعرف في ناس كتير قوي بتتكلم في الحكاية دي وفي ناس بتقول قصص وفي ناس بتقول لا ده صح وده مش صح الغيرة بين زوجات الرسول تتعاملها ازاي الغيرة عايز اقول لساعدتك انه الغيرة اصلا بيولد فجأة سبيته وشلت غيره هتلاقي عمالي عيرت بغير طبعا هو رضيه لم يعي لم يكمل لم ينضج هو خلق فطر على ذلك لكن احنا بنتكلم كله على ايه يا جماعة اعتدلوا في الغيرة يعني الله يرضى عنكم اعتدلوا اعتدلوا ويرحمكم الله يا ست ياللي في البيت وانت عارفة جوزك واسقى في نفسك وجوزك شخصية عامة زي بقوله الدكتور إبراهيم ولو شغله وقتلوا ويجزلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الغيرة الغيرة لو فيها تجاوز للحدود وحرام وقف سيدنا النبي حرام كذي وقف لي ساعتك يعني سيدنا النبي قاعد وبعدين جات السيدة صفية زوجت سيدنا النبي كانت أصلا من اليهود كانت جميلة لكن طبيعتها كانت قصيرة شوي فالتكلمت مع سيدنا النبي فالسيدة عايشة بعد ما هي مشيت قالت له بتبص الها كده وبتتحك لها كده ليه معنى كلامها إنها وعملت كده يعني أشارت بيدها على أنها قصيرة ويبقى أنا طويلة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتهم مما فيها من الزنوب يعني لو الكلمة تجسدت ورغم أنها قصيرة فقالك لو ما فيهاش فقالك لو بتتهم في أعراض أزمة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النهار سبعين عاما فبعض السيدات من الغيرة تقوله ده فيها وتتهمها في عرضها هتحاسبي أمام الله عز وجل وقد تتهم زوجها في عرضه اتق الله وحفظه على بيتك طب لو المسألة أنثوية بس حلوة كده الدم خفيف وجميلة الله ده تأمل الحياة طعم وده حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى عشان عايز عرف يعني إذا كانت قلت السيارة ده الفرق إن هي اغتابت وعيدة ده كده اغتابت وعيدة إن أنا ما اغتابتش بقى وأنا حلوة بأتكلم على نفسي بس تمام ولذلك لما اغتابت السيدة عائشة السيدة خديجة ورغم إنها ميتة تبخيال إنها بتغير من واحد ده مش موجودة شوف الغيرة شكلها إيه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيرة السيدة خديجة واتكلم عنها واتكلم عن صاحبتها فالسيدة عائشة غارت منها وقالت له وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها كده لا نقف فالسيد النبي قالsewi لها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها أمنت بي حين كفر الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد ده بيغمز السيدة عائشة والله ما أبدلني الله خيرا منه شوفت بنقف بقى لما الغيرة تتجاوز الحدود وندخل في أعراض ونتاهم ناس لأ. طب لما الغيرة تبقى حلوة كده. ويعني تعمل طعم للحياة. ومال ويبتسم سيدنا نبي. سيدنا نبي قاعد مع الصحابة. وخلي بالك برضو نقطة مهمة. بقول لي كل زوج وكل زوجة. اللي في بالك مش في بال زوجتك. وده يوضحنا الدكتور الضعيم. ده حالة نفسية. أنا ممكن أبقى شايف الموضوع بشكل. لأن أنا رمضان بثقافتي وفكري وراجل. زوجتي شايفة بشكل تاني خالص. يعني تخالي سيدنا نبي قاعد مع الصحابة في بيت السيدة عائشة. فواحدة من زوجات سيدنا نبي عملت أكل. بيحبوا سيدنا نبي. وجد بعتها لسيدنا ورسول الله في بيت السيدة عائشة. سيدنا نبي شايفت مع حضرك تليفون؟ لا. أنا ما شوف المزيدات ده لسه جاية الرسائل ايه مصايب على وضرغي. طبعا في باله ده زوجته بعته له أكل. بس عندي مين عندي سيدة عائشة. ربما يكون في بالها أنا بيحب أكلك طبعا. انت في المرسائل الخفية. تمام؟ فسيدنا نبي تقبل الإناء. تمام. فسيدة عائشة طلعت الإناء ده جاي من مين؟ تمام؟ جات مسكة الإناء بأكله واللي فيه اضرب في الأرض كسرت. كسرت. قدام مين؟ دام الصحابة. كأنه بيعلمني. خلي بالك من زوجتك في وقت الغيرة يعني خليك محتضن خليك محتوي. ما تهبش بالضبط. فالنبي قال إيه للصحابة. غارت أمكم يعني أمكم مين؟ أمكم السيدة عائشة غارت أه. أمكم السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم. لما غارت من هاجر. يبقى دي المعنيين غارت أمكم يا عائشة إناء كإناء وطعام كطعام. وخلص الموضوع. مقش عنده كتير. مراعاة حال الغيرة عند غيرتها. حسن التصرف بقى. بالظهر يعني عليه الصلاة والسلام. طيب دكتور إبراهيم أنا في معي يا مصطفى السلاميني بيقول أنا بتفت أنا بتقفش حاليا ندعولي الغيرة. ربنا معاك يا مصطفى بقى طمينا بقى الأسبوع الجاي يعني إن شاء الله. طيب. يوسأل. يوسأل دلوقتي. طيب. علي عبدو شكرا على حضرتك كاتبه وبعتم يعني هزي الإطراق الجميل. طيب خلينا ناخد بقى النقطة النفسية. حكاية إن العدم يعني أو سوق التصرف. فإحنا هنا سمعنا قصة جميلة نتعلم منها كلنا. وأنا أحب دايما إن أنا أتعلم من الحاجات دي ويعني نفيد الناس بيها. في بقى بيحصل دلوقتي في وقتنا ده دكتور. حاجة تانية إن هو بيشوفها متضايقة وغيرانة ومتعصبة جدا يعني. ومزود في الحكاية. ومزود. فهو يقول لك شفته بتغيير عليها إزاي ومتضايق ومش عالف إيه. وبقى وهو اللي بيزود. هو اللي بيستفزها. هو اللي بيعمل تصرفات تكون إيه. هي بتضايقها. تتعبها نفسيا. طول الوقت متعصبة بيقول لك دي نيكا دية. طب هي نيكا دية الوحيد. يعني سحيت من النوم لقيت نفسها نيكا دية. فده بقى التعاول إزاي. زكاء المرأة هنا إزاي. وإزاي تقدر أنها تاخد بالها من الموضوع. المرأة مش لازم تصدر في طول الوقت إنها إيه. زي ما بتقولي فيه ست بتبقى عارفة تبايت. آه. وفيه ست بتقدر تحتوي راجل ترجع على طول. لو حست إنه بيلعب تقوم مرجعها في ثواني. أنا دايما أقول لواحدة أنت هتقعد تتخنق وتشتمي. وتكسرينه. مش طبقا بقى بتكسر. واحد جاي لي ومع مراته الموبايل شايف الموبايل ايه؟ شايف الموبايل متكسر ميت حتة إزاي ليه؟ مش عارف ايه. شايف دية هبشتني وناس يعني. آه آه الغيرة بتوصل للتصرفات للموضوع. وانا ني. ما أقول لها طيب أنت دلوقتي استفدت حاجة لما مسكتي بهدلتي بقرامته. أو مثلا فتحت الشبابيك وتعالوا شوفوا بيعمل ايه الرجل المحترم مبتعي. وفضحته في كل حتة. طيب استفدت حاجة قالت لي لأ رجع تاني أوحش من الأول وما تعلمش بل خدها عند. فأنت لما بتكتشفي الراجل بيغير. بتدوري طيب راح يعني ممكن تكون يعني تدوري هو عمل كده ليه؟ عمل كده ليه بدون ما تشوفي نقص في نفسك. بدون ما تشوفي نقص في نفسك. لأن في واحدة تقول ده ده بيعمل كده علشان أنا وحشة أو أن أنا مش. على فكرة دي أول حاجة ستة يعني بتبقى غلب أنا متفكر في الحكاية. لا الستة مفروطة بقى أسكى من كده. تفاصل تقول هو بيعمل كده تفاصل شوي. أو هيرجع يعني أو هيرجع يعني في واحدة كان تتجاهل يعني أفضح حياتك تتجاهل. تتجاهل الحكاية ده عايز يستفزني واستسير. طب تسمح لك دكتور أفترض أن هي نفسها مقصرة. برضو خلال لكم الجانب ده. لو هي نفسها مقصرة. ده ودي نقطة من التوازن. نقطة تالي. يعني مفروض برضو تفكر بس فكر الأكتر إيه. لأن زي ما أقولك ما تفكرش بشكل ضعيف. وحتى لو فكرت أنها مقصرة طبعا حسن من نفسي. خويس. واجه نفسها. أنا فعلا أفصرت. إزاي لإنه في واحدة مقصرة وتقعد بالبلد تندب كده وأنا ما فيش أمل وخلاص هيروح تجوز وأنا خلاص انتهيت وأنا ما قدرش أعمل حاجة كده أكتر من نفسي. أنا بس كنت بكلفة حالة نهية بتبقى عارفة أنه هو بيعمل ده علشان يضايقها. مش بيعمل حاجة هو بيعمل ده علشان يضايقها. ممكن مش شرط يضايقها فيه واحد بطبيعته هو كده هو بيلف ويدور وملتوي لأن اللي بيعمل حاجات تستفزل الشخص. بيبقى فيه ناس ملتوية بطبعها تفصى بترامرام سوري يعني مش مش شرط يكون هفوة أو تأثير من الطرف الآخر. تمام. أحمد الحسيني. برضو كان فيه نقطة نهو لما قال لهم ست نصفية برضو لما برضو دايقوها لو هي هودية. قالت لهم سن النبي بقى. قال لها ده هي بنت نبي وأخت نبي. تدفع عنها. قال لها كانت إلا يهودية قد غلبت على عقل الرسول. فالنبي قال لها لست يهودية بل أنت ابنة نبي وأخت نبي. أبي موسى وأم هارون وزوجي محمد. الردود فعلا. هو سيدنا النبي لردي. تصرف غاية فيه الروع. بالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلال تهدئة للغيرة. إزاي. والأنزل الله قرآنا بسبب هذا الأمر. لا مش فاهم النقطة دي. موطف برضو بسبب الغياب. سيدنا النبي يخرج من صلاة الظهر يعدي على زوجاته. فأول واحدة يعدي عليها من؟ سيدة زينب بنت جحش بنت عمته. وكانت جميلة أو وضيئة. وما أجمل أن المرأة تكون زكية تعرف زوجها بيحب إيه وتعمله. وتعمله. فيه سيدات عجيب يعني. هيطلع روحه جنبها تقول لها جيب لك شوية مية. تم تقومي جيب المية. وتعمل تستفز برضو مخيراً يا. هو السؤال يا. هو السؤال يا. أنا أنت بيكوح ولا شارك ولا حاجة تقول لها أجيب لك مية. بس أجوب إزاي طيب. هاتم مية لتفخسيل بقى بعد أن تيموت. فسيدنا النبي خارج من صلاة الظهر دايما كده يجي داخل عند السيدة عائشة. سيدة زينب بنت جحش. فيسلم عليها فمجهز له إيه؟ مية بردة وعسل أبيض. فتسقيه العسل. فالسيدة عائشة عرفت. فجات عملة جبهة. السيدة عائشة ومسلمة والسيدة سودة والسيدة حفصة بنت سيدنا عمر. وقالت لهم الرسول بيدخل عند السيدة زينب. إن خرج جاء عندي أو جاء عند حد منكم. قولوا له إحنا شمين بنبؤك ريحة مغافير. مغافير دي طعام عامل زي الكرات البصل التوم. نيضايقوها يعني. نيضايقوا سيد من النبي. عجب ما يدخلش تاني عندها. نيضايقوها هي كمان. بالضبط فخرج سيدنا رسول الله دخل عند السيدة زينب بنت جحش. خرج من عندها عند السيدة عائشة. فبيسلم عليها قالت له إيه أنت واكل إيه أنت شرب إيه. فقال لها ما فيش حاجة. غير أنني شربت عسلا عند زينب. قالت له كمان عسل كأن العسل إيه. جريموا غضبانة جدا. فسيد من النبي قال إهدائي يا عائشة هو علي حرام. مش هاشرب عسل تاني. فأنزل الله قوله يا أيها النبي. لما تحرموا ما أحل الله لك. تبتغي مرضات أزواجك. بسبب الغير. سبحان الله. طيب أنا أحمد حسيني أنا بيقول بالنسبة للغيرة. كل الستات بتغير على أزواجها والغيرة شديدة بتقتل الحب. وتؤدي إلى خراب البيوت. بصراحة كده ستات مزوداها. يعني ستات شافت جزء عادة الفيسبوك. ويحكي محدد. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. ما حقالي دكتور إبراهيم يرد عليك يا أحمد. ده بتقولك بيدحك بالصدفة بسبب الغيرة دي تتحول لريا ويسكينة وتقوله ما تضحكني معاك يا حساب. طب ما هو برضو في حاجات بتبقى يعني مش مسيرة للريبة زي ما. التكنولوجيا اللي ترأي التكنولوجيا دايما هنلاقي في كل أزمة من الأزمات اللي بتحصل دلوقتي. دور سالبيل التكنولوجي. إحنا بنستعملها غلط. وفي أساة بنستخدمها بنستخدمها غلط جدا. وزادت التكنولوجيا للأسف زودت في الخيانة الزوجية وزودت نسبة الطلاق وزودت نسبة الغيرة. بالنسبة قد إيه دكتور عشان أنا دائما أنا مستعجبة بالنسبة الطلاق لكل دقيقتين. إحنا كل دقيقتين دلوقتي عمنا حالة. فللأسف فيه جريمة بتحصل يعني إحنا يعني إيه كل دقيقتين بيت بيت خرب. فأنا عايز أفهم بس ده أحد الأسباب بنسبة قد إيه. يعني السوشيال ميديا إحنا مستعجبين. لسه ما تعملتش إحصاءات واضحة لأن السوشيال ميديا. لا فوجة نظرك يعني. يعني موسى ممكن أقول نسبة عشرين في الميديا. عشرين في الميديا السوشيال. خصوصا مع انتشارها في السبع سنوات. ووجود السمارت فوق يعني التلفونات اللي إزاي. شبتتطر تقعد على الكمبيوتر ده هي. شبتطر تقعد على الكمبيوتر. أنت تلفون صغير بتحطه في جيبات غير الكمبيوتر. كنت بتبقى قاعد. ممكن حد يخش يشوف أنت بتعمل إيه ببص الشاشة كبيرة. لكن ده أنا قاعد في أي حتة عندي خطة عندي واحد عنده عشر خطوط. يازل لمحطة التلفونين تلاتة في العربية وقفلهم. محدش يعرف عنهم حاجة. في ناس كتير قوي بتعمل التريك دي. إن هي تدقى عيب عنده خطة تانية عشان تفتيش بيحسن بالبيت. فهي دي بتبقى نقطة برضو مش لطيفة. أنت عرفة أن غير أساساً سبب اللي إحنا كلنا فيه ده. لأن القبيل غار من قبيل عشان كان عايز يتجوز أخته. كان ينفق فغاره من بعد فقتله. فلما قاتلوا إحنا أولاد بقى القاتل ده كلنا. كويس الحركة قلت النقطة دي. الغيرة بقى بتاعت الأولاد يا دكتور. تفرقة في المعاملة ما بين الأولاد بتسبب غيرة ما بتخلص لحد ما الولاد بتكبر. وبتعمل مشاكل ما بين حتى الولاد وبعض من البلاد وأهليهم. فيه يعني أنا عايز أعرف ده مدى حرمنيته إيه. اللي عنده ولدين ثلاثة أو عنده مثلاً بنتين ولد فبيعمل ولد كويس. عنده مثلاً ثلاث ولد وبنت فبيعمل البنت بدلعها أكتر. فيه ناس بتعمل كده. بيصير غيرة الأطفال بشكل غير طبيعي. بص ساعتك هو دايماً دايماً التفرقة في المعاملة دايماً تثير الغيرة حتى من الكبير. يعني تخيل حضرتك يعني لو ساعتك دخل عند باباك أو جدتك أو ممتك. وقبلت أختك حضنتها وسلمت عليك بإيدك بإيدها. كده هدائق يعني. بزبط. فعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساواة والعدل بين الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أنا ممكن الصغير ياخد محبة شوية. بس بياخد محبة تتناسب مع سنه. والكبير ياخد محبة تتناسب مع سنه. فيه ناس ما بتسرح في المشاعر. إحنا لو استطعنا إن إحنا نفهم أولادنا إن دا له معاملة ودا له معاملة ودا له معاملة. والكل متأكد من حب الأب حتى دلع الصغير بيعمل طعم حلو للبيت. أنا عندي صغيرين وعندي في الجامعة وخلصوا. تمام؟ الصغير له معاملة والوسط له معاملة والكبير له معاملة. والكل عارف مقدار حب الأب ليهم إيه؟ بس الصغير بيزيد شوي الدلع هم عارفين كده ومستأدين لده لأنهما تيقنوا من حب الأب فإحنا محتاجين ده محتاج الأب يكون زاكي قوي في تعامل مع أولادنا أنا بسمع العيال بتقول إيه؟ أنا ماما بتحب أختي أكتر مني بابايا بيحب أختي أكتر مني بتقول كده؟ عارف حضرتك بسبب حاجتين الحاجة الأولى إنه ممكن لابتسامة نفسها العيال بيلحظها أنت تقابلي ده مبتسم الوش أهلا وسلم ده سيدنا عمر قال آسي بين الناس في مجلسك ووجهك يعني ما نفعش أبص لسعاتك كده وبص لتاني أهلا نعم أنت هتستغربي فيه إيه؟ وأنا عملتها عشان نعمل كده عشان ننزع الغيرة من بين ولدنا وزي ما أشار الدكتور إبراهيم إنه الغيرة كانت سبب القتل يعني لما غار سيدنا لما غار هابيل من قبيل وقتلوا بسبب الغيرة إحنا محتاجين ننزع في تيل الغيرة لأن الغيرة عاملة زي قنبلة وعدم المساواة والتفريقة بين الأولاد ده الوقود النار الرسول كان يتعامل إزاي الغيرة وبين أولاده؟ كان يتعامل مع الكل بحب ومساواة ما حصلش المحب خالص أبدا واللي موجود قدامه كأنه محور الحياة لدرجة أنه كان يقابل السيدة فاطمة قابل السيدة زينبي قابل السيدة رقية قابل السيدة أم كلسوم بمعاملة غير عادية وكان يقوم يستقبلها وكان يقول للوحدة منهم مرحبا يا أم أبيكي قابل ولده كده لدرجة أنه كان يبقى لابس الجلبية وفقها العباية فييجي بنته جاية بنته بنته فييجي أيم لها سيدنا نبي جلالة قدرية أيم من مجلسه وييجي آلع العباية وفرشها لها وقولها اجلسي يا أم أبيكي فتخيالي أب بيعمل ابنه كده بيحتضن ابنه بيقبل ابنه وبيقبل الجميع وبيحب الجميع وكل واحد محتاج حاجة بيحاول يوفها له مقدار لاستطاعة تفرق كتير إنما أنا أقول ده حبيبي وده شاطر وانت غبي وما بيحبكش ما هو أنت كده أنت كده بتحطي بالضبط قنبلة في البيت أولا بيكره الأب والأم ثانيا بيكره أخوه اللي محبوب فدي مشكلة جدا الحل اتاقوا الله واعديلوا بين أبنائنا طيب دكتور فيه ناس بتقول لحد هذه اللحظة وإحنا في 2018 فيه ناس بتفضل يعني بتفضل الزكور عن الناس فيفضل يقول لك لا الولاد ليهم معاملة والبنات تلاقيهم بيعون على فكرة الأب والأم مش الأب بس ده حرمنيته أولا لو تلاحظ في القرآن الكريم لم يقدم الله الذكرة الأنثى على الذكر إلا في أي واحدة بس مش على سبيل إن الزكرة أحسن إنه طبيعا التغليب إن المسلمين والمسلمات تمام من عمل صالح من ذاكر أو أنثى جهة علشان يعالج المقطة اللي حضري بتكلمي عليها وإنه في بعض الناس لحد النهاردة وإحنا في القرن الواحد وعشرين بيفضلوا الزكرة على الأنثى ويزعل أن مراته جابت بنت بالضبط ربنا أقدمها في الإنجبس يهبوا لمن يشاءوا إناثا ويهبوا لمن يشاءوا الذكور الآية الوحيدة اللي ربنا أقدم فيها الإيه الإناث على الذكور وعشان سيدنا النبي عالج النقطة دي قال إيه خيركم من بكر له بأنثى يعني اللي يرزق بنت يا هناه يا ساعده شكرا ده بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رزقه الله ثلاث بنات أخوات يعني ده ده تاب اتنين تاب واحدة واحدة فاتق الله فيها ولو يفضل عليها ولدا إلا كانت له حجابا من النار وبابا إلى الجن صحيح ده ده من موروثات الجاهلية والقرآن علجها وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم خذ المفاجأة القرآن بيقول يا راجل يلي بتحب الولاد على الإناث أنت السبب يا بش زوجتك زي الأرض وانت زي الفلاح جبت البزرة دراء وزرعت دراء في غيطك هتطلع لك إيه دراء ولا فول هتطلع دراء تمام قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم يعني أثبت الطب والحديث أن السبب في تحديد نوع الجنين ذكر ولا أنثى الراجل وأن المرأة حاضنة أن المرأة زي الزرع واحد قصة صغيرة قوي عمل زي كده قال لي زوجته وعمال يخلف بنات 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 إن جبت بنت في اللي أنت حملة فيه ده أنا هتجوز عليك ورزقت بنت ربنا ما يتعنيتش تمام أقول يا رب ولعل هو ده الخير فرزقت بنت فجاء خاطب بنت من بنات الجيران ورايح بقى عند الخطيبة راجع من عند الخطيبة تمام فالزوجة دي كانت نصحة أو زكية أوي ما سرختش ومهام وما فضحتوش وما فتحتش الشابيك زي ما الدكتور إبراهيم بيقول أبدا ده علجة الموضوع إزاي خليتهم عدي كده ومسك البنت بتدلعها كده وتهزها في أديها وهو كان اسمه أبو حمزة فقالت إيه ما لأبي حمزة لا يأتينا يأتي إلى البيت الذي يلينا غضانا ألا نلد البنين تالله ما ذاك بأيدينا نحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد وضعوا فينا فهم الرسالة ورجع إلى زوجتي وأولادتي قبل بيت الناس طيب أنا نفس السؤال من الشق النفسي دكتور إبراهيم برضو في أمهات مثلا تقول لك أنا عندي ولد هي مثلا عندها ولد وجابت ولد تاني أو بنت وجابت بنت تانية فالكبير شوية بيبقى عمر مثلا سنتين ثلاثة بيبتدي إيه يا إما ينطوي يا إما يحصل له طيب أقول لا إرادة يا إما بيحس بغيرة هو مش فهم الإحساس ده إيه والأم بتتفزع فأنا بقول لها هل أنت بتعاملي ده بتقول لي لا والله ده الاتنين بس هي لا إرادية تبقى شواخت تبقى شواخت ده بالأسة بيبي محتاج رعاية ويتشال ويتقوى بيشوف ده بقى كده أنا أقاح للطفل إزاي عشان ما يغيرش بكره هأخوه يعني أحاول برضو إيه لو والدتها تساعدها الولا مثلا الطفل الزغير اللي هو الكبير ده ممكن من غير ما حتى يعمل حاجة كل شوية مكافئات وهدايا كل شوية الإهمال لأنه تهمينه بيحصله مشكلة صحية أخرجه لكن مثلا أنا جاي بردع للزغير ما سيبش الكبير بقى لأ ده أنا أخلي باسم بابا يقعد معاه أخلي مثلا مامتي تساعدني شوية أخليه قاعد معاه أقوله شوف اللعبة دي فرجوا على اللعبة دي أقعد أتكلم أقعد أتكلم معاه أططب أططب عليه أحطهم اللي اتنين جنب بعض أقوله مثلا ده أخوك وانت مسؤول عنه البنت مثلا لما تيجي بنت وال ولدي بقى الصغير غير أقول لها ده أخوك انت كده زي انت كده زي لو شفتيه ممكن تتغيري لو فرق ست سنين مثلا تعرفي تغيري له أو لو كحة مثلا تيجي تقوليلي أو لو مشايلها مسؤولية عشان ما تتدايقش لو سمعتي بي عاية وتقوليلي واخوك حبيبك انت زي مامت ودروقتي انت كبيرة وتقط حساسة دايما انت كبيرة مش انت كبيرة بتعنيف لا ده انت كبيرة يبقى انت بقى المفروض تبقى مسؤولة عنه وانت اللي تحبيه وانت بس عشان انت كبيرة وانت أهم كمان انت أهم ده انت تاني واحدة بعدية على طول والأب برضو يفهم الحكاية دي لكن يقولي أخوك الزغير بتقال ليه تعمل معاك يقول لي بالك آه بيزعق من أخوك الزغير بتردت أخوك الزغير غير فيه أهالي قصب للأسف احنا يعني محتاجين برضو بقولك التكنولوجي أثرت على طريق التعامل لا ده أنا حاسة يعني من الكلام الحضاري بتقوله دكتور رمضان بيقوله ان احنا عندنا أفكار مسكين فيها بتاعت الجاهلية آه يعني انا دلوقتي معقولة معقولة واحنا يعني في سنة 2018 ناس بتصرف كده تفضل طفل على طفل وتقذيه نفسيا سواء إراضيا أو لا إراضيا هل احنا ما بنتكلمش مع بعض ونتحور زي ما الدكتور رمضان قال احنا وصلين فعلا المرحلة دي لأ نفوق بقى معلش ثانية واحدة هل احنا عندنا ناس بتفضل ولاد الزكورة عن الاناس وهو تصرف جاهلية أساسا يعني اسمه جاهلية جاي من الجهل واحنا المفروض ان احنا عندنا تعليم وعندنا علم وعندنا دين وعندنا حاجات كتيرة قوي بتقولنا ان احنا عيب قوي نعمل كده يعني غير حرام هو عيب معقولة بنفتقد الحوار للدرجة دي التكنولوجي بوزت علاقتنا ما بقاش فيه حميمية ما بقاش فيه حب ولا عطف ولا احنا نقوله بسرعة كله بسرعة اخش عايزة يا ربي ابني اخش على جروب الفيسبوك واجيب معلومات واجيب معلومات معلومات يقولوا كل أسرارهم كل أسرارهم مش عارف ابني فتقوم واحدة ايه هي متربية غلط اساسا وعندها افكار غلط تقوم ايه تفتي وتقول لا اعملي معك هذا فتقوم تعمل فتقول لا اعملت معك هذا جاب نتيجة نتيجة سلبية طب ما اللي قالتلك اساسا مش فهم مين اللي قالتلك يا مش فهم يعني بياخد معلوماتك من مين اساسا يعني طيب الام في سؤال بقى جاي بخصوص الام يا دكتور الام اللي بتغير على ولادها او الاب اللي بيغير على ولاده بشكل فضيع اذا بيفضل طول عمره او طول عمر الام بتتمنى ان ابنها يتجوز واول ما بيتجوز بيجي لها حالة نفسية صعبة كده دي بقى ايه يعني يتعامل معها ازاي دي محتاجة الام اللي بتغير على ابنها لما يتجوز او تغير على بنتها لما تتجوز محتاجة ان احنا نعالج الموضوع نفسيا ازاي انه الابن يقول لامه قولا ويعمل التصرفات والافعال اللي تثبت ليها ان هي مازالة رقم واحد في حياته واني مش كون ربنا رزقني بزوجه انا كراجل لما اتجوزت لا امي رقم واحد ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اذا تزوج فأولى الناس به امه والمرأة اذا تزوجت فأولى الناس بها زوجها لكن انا محتاجة اعالج الحالة النفسية فأعمل ايه لا انت امي مفيش احلى وممكن اعمل حاجة حلوة خالص كده بفن كده انا اقول لي زوجتي وقلت لها فعلا ما تحطيش نفسك قدام امي امي لو غلطية صح وتصرفك ده على راسي من فوق تمام تمام فأجي قدام امي وزوجتي عملتنا الاكل اقول وما فيش احلى من اكل امي احلى اكل بالدنيا تمام مفيش زياء انتفهم امي واقول لها كده وكل اللي مش عارف ايه تمام واخد عيالي وزوجتي ورايحين تفاهمني يا دكتور اه المفروض الزوجة بقى تكون متفاهمة كده انا عايز اروح لامي الواحدة فيه بس انا واحد عايز يروح لولدته الواحدة لا تقول له انا لازم انا اجي معاك والولاد يجوا يجوا معاك رايح لوحدك لوحدك ليه عايز ابيت النهاردة مع والدتي والدتي بعتاله اكل تقول له هي بعتلك اكل هو انا ما بعرفش لا ممكن تقولي يعني ان انت هترتاحي من الطبخ لا ما بعرفش اسمعي بس هترتاحي ياريت بعت اكل كل يوم هنا انا مبسوط قوي من دكتور رمضان بيتكلمه ان ده انا شايفه ده نوع من تجديد الخطاب الديني لان احنا بنوصل جوه البيوت وبنتكلم على جزء نفسي وبنتكلم على تكنول وبنتكلم على تكنولجي هو ده النادى بيه رئيس الجمهورية ان الدين يوصل للناس في سلوكياتهم الحياتية الحياتية يعرفوا يغيروا ازاي يعرفوا يحبوا ازاي يعرفوا يتعاملوا مع الناس ازاي فالدعاية الديني ده لازم يكون عنده مبادئ علم النفس مبادئ علم الاجتماع مبادئ التكنولوجي فاهم فاهم في الدنيا فاهم لما هيحول يقول لي مثلا هو فيها ممكن يتحامل مع الحالة دية ازاي او او يقول لها لا دي حالة مريضة تستدعي انها تروح لطبيب نفس لازمها وفي النهاية احنا بنقول ان بيأتي او بتأتي اهمية الحوار يعني عندنا ضيفين النهاردة متخصصين كل واحد يعني مختص في مجاله بشكل كبير جدا والاتنين اكدوا من زاويتين النفسية والدينية اهمية الحوار الدين مش بس ان احنا نعمل الشعائر ونحفظ لأ الدين معاملة في حياتنا اليومية في كلامنا في طريقة كلامنا في معاملتنا مع ولادنا في معاملتنا مع اهلين في معاملتنا مع زميلنا في كل حاجة لازم نرعيها مش يعني احنا مشكلتنا في ايه احنا مشكلتنا احنا فصلنا لحاجتين عن بعض هما ما يتفصلوش مفيش حاجة اسمها كده احنا بنتعامل عن طريق هذه التعليم بشكل مجتمعي للأسف كان فيه قبل كده تصرفات او ممارسات معينة فصلت الاتنين عن بعض بس هما ما يتفصلوش كل حاجة لها اساس نفسي واساس ديني الحوار مرة اخرى دكتور رمضان نأكد عليه لو سمح بأكد على الحوار ما بين الزوجين اتنين اياتها الزوجة الكريمة ثقي في بعد ربنا في نفسك ثقي في زوجك رقم ثلاثة بلاش الغيرة تتجاوز الحد ملح كتير في الاكل ولا نار كتير في البيت اعتدي لي في الغيرة نقطة اخيرة ياريتي بقى فيه وضوح من الطرفين وضوح اهلا حاجة صراحة بقى كسب حرام على فكرة الكسب حرام انا عايز اخذ اخذك اشكر الدكتور ابراهيم استفدنا منه شكرا جزيلا للاحظة انا عايز اشكركم يعني بجد حضراتكم النهاردة قفدتونا بشكل كبير جدا حوار رائع وممتع ومسمر جدا وانا تمنى ان يكون لنا لقاءات اخرى والحب الحقيقيه بجد يقتل اي هيحنا نحب احسن حاجة بقى نختم بيها حلقتنا النهاردة ربنا ان شاء الله يعني يساعدنا جميعا ويساعدكم ان شاء الله وكل الناس تعيش فيه خير ومحبة واخلاق حلوة استاذ دكتور رمضان عبد الرازق من علماء الازهر شكرا جزيلا لحلق نورتنا دايما منور نهاية الاسبوع بشكر ايضا ضيفي العزيز دكتور ابراهيم مجدي استشاريتك بالنفس شكرا يا دكتور ابراهيم مشاهدينا استمتعت باللقاءكم النهاردة ودايما بسعد باللقاءكم كل خميسة جمعة وبرنامج نهاية الاسبوع اشوفكم ان شاء الله الخميس الجاي نهاية الاسبوع فكونوا على موعد سلام اشتركوا في القناة